ألز حلويات ممكن تكلوها في حياتك وممكن تجربوها في حياتك حلويات جميلة جدا سهلة جدا بتتعمل في عشر دقيق فقط ومكوناتها بسيطة جدا هنعملها النهاردة بطريقة سهلة جدا وسريعة وكمان بشكل جميل وكمان لو ما عندكوش الشكل ده ممكن تعملوها بأي شكل عندكو أو في أي صانية عندكو الحلويات دي حلويات بردة بتتعمل على البتجاز من فوق بدون فرن شايفين قد ايه نعمة جدا ازاي؟ شكلها جميل جدا وطعمها كمان حلو جدا أتمنى وصفتي النهاردة تعجبكم وتجربوها ما تنسوش بقى تعملوا لايك للفيديو وتشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس عشان توصلكوا الوصفات الجديدة أول حاجة على نار تحت المتوسطة بشوية هنحط في حلق أو في طاصة كوباية لربع من السكر وهنسيب السكر على النار الهادية دي لحد ما يبدأ يدوب وبين فترة والتانية نهز الحلق بالشكل ده هتلاقوا السكر بيدوب بالتدريج وبيتحول للون العسلي أول ما يوصل للمرحلة دي قلبوا فيه بمعلقة افضلوا قلبوا باستمرار لحد ما يسيح خالص ويبقى بالشكل ده مجرد ما يوصل لكده شلوه من على النار على طول وما تسبوهوش يغمق لأنه لو يغمق طعمه هيكون مر جدا ومش هينفع في الوصفة دي خالص بعد ما بنشيله من على النار بنجيب صانية أي شكل عندنا ونبلها بمية ونصفيها بعد كده نحط فيها الكرامل بالشكل ده ونركنها على جنب لحد ما نكمل الوصفة بتاعتنا بعد كده في حلة على النار بنحط فيها حوالي سبعين جرام من الزبدة وكمان حوالي خمس معلق كبار من زيت الطعام ونسيب الزبدة تسيح خالص والنار بتاعتنا طبعا بتكون متوسطة بعد كده نضيف على الزبدة كباية من الدقيق الدقيق الأبيض العادي بتاع المخبوزات ونفضل نقلب في الدقيق باستمرار لمدة 3 أو 4 دقائق لحد ما الدقيق يتحمص ويكون لونه دهبي فاتح اهم حاجة انه يفضل لونه دهبي وما يغمقش ويتحول للبني بعد كده هنستعمل مضرب البيض اليدوي نمسكه بايده بالايد التانية نحط اللبن هنحط اللبن بالتدريج نص كباية نص كباية كمية اللبن كلها لتر حليب واللبن يكون بدرجة حرارة الغرفة يعني ما يكونش خارج من التلاجة وكمان ما يكونش سخن أو حتى دافي يكون عادي بدرجة حرارة الغرفة أو بدرجة حرارة المطبخ اهم حاجة التقليب المستمر عشان الديق ما يكلكعش في اللبن وبعد ما نضيف كل كمية اللبن نضيف كباية من السكر ونفضل برضو نقلب باستمرار لحد ما السكر يضوب خالص وكمان لحد ما اللبن يغلي والقوام بتاعه يتقل ويربط لو لقيته فيه كلكيع في اللبن او الخليط مش ناعم انقلوه في الخلاط واخلطوه لحد ما ينعم خالص ولو عندكم الهند بلندر استخدموه افضلو خلطوه كويس لحد ما الخليط يكون ناعم جدا واول ما الخليط ده يبدأ في الغليان سيبوه حوالي دقيقة واحدة فقط يغلي بعد كده شيلوه من على النار على طول هو كده خلص انا هشيلو من على النار واصبوه مباشرة على الكراميل اللي حطيته في الصينية شايفين القوام بتاعه ازاي شبه المهلبية وناعم جدا وده عشان ضربته في الخلاط بعد كده هنسيبه نص ساعة بعد كده نغطيه وندخله التلاجة لمدة ساعتين او تلات ساعات وده شكله بعد تلات ساعات هقلبه في طبق هتشوفوا ازاي بتقلب بمنتهى السهولة وما بيلزقش خالص في الصينية هشيل الصينية كده من عليه شايفين بتتشيل بمنتهى السهولة شايفين شكل حلو جدا ازاي وكمان طعمه جميل جدا طبعا هو بيتقدم بارد لسه خارج من تلاجة ممكن يتقدم في طبق واحد كده للعيلة كلها تاكل كلها مع بعضها في نفس الطبق وممكن كمان يتقطع ويتحط في طباق ويتقدم لكل واحد طبق حلويات سهلة جدا طعمها لذيذ جدا وكمان شكلها حلوي جدا ومتمسكة ما ظنوش انكو دقتوها قبل كده ينفع تتقدم في رمضان وكمان في اعياد الميلاد شايفين قد ايه الحلويات متماسكة في الطبق وكمان نعمة جدا طعمها بيشبه مزيج من القشطة والكريمة والعسل حاجة كده لذيذة جدا ما ظنش ان انتو جربتوها قبل كده اتمنى الحلويات السهلة الجميلة دي تعجبكم واتجربوها وبالهنى والشفى مقدما وكل عام وانتم بخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته